بس كل قصة يعني هنا حدث بس أنا اللي بدي أتكلم عنها كقصة إنه إلها إلها التأثير وإلها غرض وإلها الهدف شو الهدف من كل الطفان عدا إنه إهلاك الأرض بسبب الخطيئة لكن البعد الروحي لموضوع الطفان ده مهم جدا يا أسيس نزار لأنه البعد الروحي بيوضح حكتين بيوضح إن الله إله عادل وإن الله إله جاد لما يقول الخطيئة عقوبتها موت هو يعني ذلك ما عندهش كلمة زي بعضه ما عندنا في مصر نقول زي بعضه يعني ما تفرقش لاتت باس مش حكاية لا ربنا ما عندهش كده لأن الله إله عادل لو كان بيحط قانونه ومش بينفزه معنا كده أنه مش الله فهو قال إن أجرة الخطيئة موت فكان لازم تعاقب هذه المجموعة من البشر اللي زادت خطيته لكن بيبين حاجة تانية بيبين الله إله محب بيدبر وسيلة الخلاص وهو الفلك وعطى فترة كافية للناس إنها تتوب وترجع إلى الرب فالناس اللي ما دخلتش الفلك ده زنبها مش زنب الرب الحقيقة هو أعلن قضاءه ولازم يعلن قضاءه تخيل يا أخ نزار لو إنه في قاضي وقف في المحكمة بتاعته ودخل وقعد على كرسيه وقال النهاردة يوم الغفران فيدخل له واحد قاتل يقول النهاردة يوم الغفران يمشي واحد سارق يقوله النهاردة يوم الغفران واحد اعتدى يقوله النهاردة يوم الغفران هل تفتكر القاضي ده ممكن يحتفظ بمكانته آخر اليوم شو ما طبعا لأنه ما احتفظت بقانون فالله اللي هو عنده العدل المطلق بقى لما يقولنا أجرة الخطية موت يبقى لازم لما نخطئ نتوقع أن نحن نموت ده العدل لكن الرحمة بتتدخل في الفلك الإيمان المسيحي بيورينا أن الرحمة والحق تلاقياء في الرب يسوع المسيح بموتوا على الصليب الكلمة الذي صار جسدا بلا خطية حمل خطية العالم عشان يدينا إحنا البشر خطاء فرصة أن إحنا نقترب إلى الله ويكون لنا شاركة معه ترجمة نانسي قنقر